في بداية الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر للمولى سبحانه وتعالى على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل ما قدمته المملكة من أعمال لخدمتهم خالصا لوجه الكريم ووجه يده الله شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي رئيس وعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وجميع المسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس على نتائج استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الحسن وتارا رئيس جمهورية كود ديفوار وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس ثمن مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرق سوريا واطلع المجلس على البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في اليمن ونوه المجلس بما اجتمل عليه البيان من تفنيد وعدم اتفاق مع جل الاستنتاجات والادعاءات والمغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية وبين معاليه أن مجلس الوزراء نوه بالتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439-1440 للهجرة الصادر عن وزارة المالية الذي عكس تحسنا في أداء المالية العامة واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة لما أبداه صندوق النقد الدولي من ترحيب بجهود المملكة في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية وعبر مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية في مناطق المملكة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وأفاد الدكتور العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا ثانيا التباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة النفط في العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز ثالثا التباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق رابعا التباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل المدرية العامة للشئون القضائية والقانونية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خامسا قرر المجلس التأكيد على التقييد بالضوابط والتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية وتوحيد أليات العمل وإجراءات طلب التأشيرات الموسمية لدى الجهات المستفيدة سادسا الموافقة على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة وعلى الترتيبات التنظيمية لها سابعا قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية ثامنا وافق مجلس الوزراء على تعيين أسامة بن عبد العزيز الزامل ومحمد بن أحمد موكلي وخالد بن حمد الشمري وخالد بن سليمان العهلي وزياد بن ثامر المرشد ومحمد بن عويض الجعيد ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لمدة ثلاث سنوات تاسعا وافق مجلس الوزراء على تعيين عبد الله بن ناصر أل داود ممثلا للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية وهاشم بن عثمان الحقيل ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية تداول عاشرا قرر مجلس الوزراء الموافقة على المعايير التنظيمية الاسترشادية لرفع مستوى البلدية إلى أمانة حادي عشر وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي سفير ووزير مفوض وذلك على النحو التالي واحد ترقية فهد بن خالد بن عبد الله ضويان إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية اثنان ترقية عبد الله بن محمد بن عبد الله الماضي إلى وظيفة سفير بوزارة الخارجية ثلاثة ترقية علي بن عبد الله بن سليمان سديس إلى وظيفة مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق أربعة ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة وزير مفوض وهم هيثم بن حسن بن محمد المالكي عبدالله بن محمد بن غانم الحربي سعد بن حمد بن سليمان الجبرين علي بن عبد المحسن بن علي المليحان أحمد بن محمد بن عبد الوهاب قطب مساعد بن سليمان بن مصلح المرواني واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رأى